سريعاً نادي الزمالك هو نادي الزمالك عمل مركاته السنة دي غريب هو جاب مالة قلة عن 7 أو 8 لعيبة في خط النص في جزء الأمام تقريباً لكن عنده مشاكل كتيرة جداً في الدفاع فالتوح مبارح أصيب وصابه مفاكة يعني الجميز بص يمينه بص في شماله مفيش باكلفت فين الماكلفت يا جماعة؟ اضطروا ان يعمل تعديلة جوه الملعب ينزل الزنار يلعب باكرايت ويلعب عمر جابر ناحية الشمال دي مشكلة كبيرة في نادي الزمالك ما عندهش مدافعين ما فيش مدافعين في نادي الزمالك ولكن نقدر نقول إنبارح أن ناصر ماهر صفقة مهمة جداً بالنسبة لنادي الزمالك هو جعان قوي عايز يثبت أنه يقدر يلعب في قندقة كبيرة زي الأهلي وزي الزمالك وده ظهر إنبارح عبدالله السعيد بصراحة يعني هو يعني أنا بقول إن عبدالله أصبح أيقونة دلوقتي في الكورن المصري بازل ما جود جمد إنبارح ما يناسبش السنو بصراحة إحنا برا شوفناه كان بيلعب في مركز ستة وبيلعب ديفندر في تمانية وبينزل يدافع يعني عمل مجود كويس بس برضو لازم أنا كمدرب أبقى عندي رؤية وعندي فيجن لما أنا عبدالله السعيد في السن ده أبتدي أخليه بالبلدي كده يشقق قوي كده في الملعب طب إمت هستفيد من خبراته؟ إمت هستفيد من خبراته في الجزء الأمامي؟ إمت هستفيد منه إنه هو يبتدي يمول المهاجمين؟ خليناها نقول إن إصابة زيز أمبارح كان لها مفعول السحر في وصول المباراة للشكل اللي إحنا شفناه أمبارح في أداء نادي الزمالك الفني على فكرة هو الرجل كان بيعقول عليه أمبارح مجهود لأن أمبارح كان فيه جبهات بتلعب قدام بعضها في المطشة أشازل يا وجمانة كان فيه جبهات أمبارح كان فيه جبهة في نادي الزمالك أحمد فتوح ونصر ماهر مقابلة لجبهة محمد هاني وعمر كمال كان فيه جبهة الناحة الثانية ناحية الليمين كانت محمد هاني وعمر كمال إحنا قلنا في الناحة الثانية كان علي معلوش وأمامه كان فيه مفروض طاهر محمد طاهر إنها تقابل عمر جابر وتقابل زيزو حصل أصابة زيزو غيرت كل مفاهيم المديرين الفانين على فكرة ترجمة نانسي قنقر